التوغل المحدود لقوات الاحتلال في قطاع غزة يناقض بوضوح حديث الاحتلال عن حرب برية شاملة بهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية في القطاع بحسب صحيفة فينانشل تيمز البريطانية التي أكدت أن هناك أسباب كثيرة تمنع الاحتلال من حربه البرية التي وصفها نيتنياهو بأنها المرحلة الثانية من الحرب وأبرز هذه الأسباب مخاوف إسرائيل من الدفاعة التي قضت حماس خمس سنوات في بنائها فضلا عن عدم توفر دعم جوي أقرب للقوات البرية الصحيفة أكدت أن مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين أقروا بأن الاشباكات في غزة ستكون شريسة وذلك بسبب قيام المقاومة الفلسطينية بتدريبات على القتال في المناطق الحضرية وإنشائها شبكة واسعة من الأنفاق المعروفة باسم مترو غزة لنقل المقاتلين والأسلحة دون الكشف عنها فضلا عن وجود ترسانة من الأسلحة المضادة للدبابات والمتفجرات المبتكرة وما تورط قوات الاحتلال في مواجهة مع ناصر من حماس خرجوا من نفق بالقرب من معبر إيريز إلا مثال حي وشاهدوا على نوع المعرك التي يمكن توقعها صحيفة لو جورنال دي مونتريال من جانبها أكدت أن إسرائيل تستغل هذه الحرب لاحتلال المزيد من الأراضي وهو ما لمح به نتنياه من أن إسرائيل تشن الآن حرب استقلال ثانية وذكرت الصحيفة بما حدث عام 1948 من خسارة مناطق فلسطينية ضمتها إسرائيل في حربها التي أطلقت عليها حرب الاستقلال وسط تأكيد مراكز حقوقية دولية من أن حرب إسرائيل ضد قطاع غزة لا يمكن أن يبرر أخلاقيا أو قانونيا وعلى ما يبدو هي حرب للقضاء على فصال المقاومة الفلسطينية في شكلها المعلن إلا أن حديث الاحتلال عن حرب برية في قطاع غزة يخفي وراءه أيضا غايات تتعلق بخطم مزيد من الأراضي الفلسطينية في السمرار لمسلسل الاستيطان لكن تكلفة ستكون هذه المرة باهضة هذا إذا استطاعت قوات الاحتلال أن تحرز تقدما على الأرض في ظل السبسال المقاومة الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر